من جانبه أكد رئيس لجنة الاعتصام السلمي في مديرية الشحن بمحافظة المهرة حميد زعبانوت تأييده للمطالب التي أعلنها المتظاهرون في محافظة أرخبيل السقطرة والبيان الصادر عن الائتلاف الوطني الجنوبي وشدد زعبانوت على ضرورة عودة الأوضاع في سقطرة لما كانت عليه قبل انقلاب مليشيات الانتقالي المدعوم من السعودية والإمارات مؤكدا رفض أبناء المهرة لتمثيل الجنوب بمكون واحد والاستئثار بالسلطة والسعي لتقسيم المجتمع اشتركوا في القناة